بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقل يعملوا عنوان الدرس جزء من الآية الخامسة بعد المئة الأولى من صورة التوبة هذا هو العنوان وقل يعملوا هكذا بدأت الآية القرآنية من صورة التوبة الحقيقة هذه العنوان يلخص حياة الإنسان حياة الإنسان قصيرة قصيرة ولو طالت لعمرن بندم والزيل ولا مغزيف وكل آت قريب أعمارنا أوقاتنا أوقاتنا أعمارنا من باب التذكير والطرحهم العام الماضي العام الماضي كان بزاف الناس نعرفوهم وتعرفوهم عاشوا معنا وصاموا معنا رمضان ولكن هذه السنة رحلوا رحلوا عننا كل واحد يتفكر أشكون اللي رحلوا كان اللي فقد باباه اللي فقد يماه اللي فقد أجداده اللي فقد ولاده خاوته صحابه ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا الموت الموت واعظ صامت واعظ صامت صدق الله في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة سبحانه ربي بدأ بالموت قبل الحياة بدأ بالموت في سورة الملك قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعملها عليش ربي بدأ بالموت أي غر يفذى ربي سبحانه يفذى دلموت قبل ثوذر قبل الحياة بشمن غفلوش أي موجودة ترافقنا لا ندري متى لا ندري متى نموت ولكل أجل كتاب وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لا أحد منا يدرك أجله يعني يعرف متى الأجل الموت باب وكل الناس داخله يا ليت علمي بعد الباب ما الدار الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك أي الدار تختار ما للناس سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار الموت اكتبها ربي على كل الكائنات والله يرحم الحاج محفوف رمضان الذي كتب قصيدة من أروع ما كتب في المجال صلاة في النبي الطهر نتسامذ ففنشفا فاقصطنا المثزغ ثوعر أشحال فرذان سعا إكفغو يغزيف لامر لابد دوض السعا تعددت الأسباب والموت واحدة إلى آخر القصيدة اللطيفة البديعة التي تشرح هذا الحدث الذي سيقع في حياة الإنسان عاجلا أو آجلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسنوا عاملا إذن ربي سبحانه قال لك نجربكم في هذه الدنيا كل واحد واش صح له يالي متفعشرين يالي متفمي يالي متف سبعين تعرفوا كل الناس كما كان وحد الفلاح قال لك اللي بغي يفهم يروح للمقبرة يشوف كل الأجال كل الأعمار زور المقبرة زورها تشوف هذا عنده عامين طبعا وين مكتوب والكتابة هذه إذا كان كتفينا بالكتابة لا حرج شرعا لا بكتابة الإسم ولا بكتابة تاريخ الوفاة ليس فيها أدنى حرج شرعي ولكن كتشوفوا برك مباشرة تلقى شحال هذا عنده مئة سنة هذا سبعين سنة هذا عشرين سنة هذا خمسين سنة يعني جميع الأعمار ولا حول ولا قوة إلا بالله إذلك زيارة المقبرة الحقيقة تدعليم وحد يقرى كيدخل برك المقبرة زيارة فضلا عن الأجر فضلا عن الأجر الذي يحصله عنده الأجر كي يزور المقبرة ويدعي الأموات وكذلك أيضا ينتبه لكي لا يكون من الغافلين وربي قال في سورة الأعراف الآية الخامسة بعد المئة الثانية مئتين وخمسة قال وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ أُتْسِي لِيَرَى سُقْوِي قَذْ إِغْفِلًا وربي ما قرش ما تكونش من الناس اللي ينساو النسيان من خصائص البشر الإنسان ينسى هو في صلاة عندنا سجود السهو وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلم كما في موطى الإمام مالك وفي غيره من كتب من كتب الحديث ما انتهى يغلط يدير سجود السهو القبلي أو البعدي إلا السجود انتاثوث خاطر الفناد ماذا يتسوق ذي رمضان كيف 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 ممكن الإنسان هو صايم ويغلط عادي كيف يفوت رمضان بعد رمضان يروح يقضي نهار والسلام عليش قلت هذا الكلام النسيان عادي لذلك ربي قال واذكر ربك إذا نسيت هذا مكان ولكن الغفلة ماذا قال ربي ولا تكن من الغافلين علي بلكم علاه خطر الغفلة مولاها ممكن يعيش ثمانين تسعين سنة غافل كين الناس غافلين مساكن تلقى واحد عنده ستين سنة ما يصليش سبعين سنة ما يصليش وصلينا على الناس وما يصليوش أليس كذلك؟ ربما أصعب اللحظات كي يجيبو لك واحد جام يصلى ونصليو عليه أرحمة ربي واسعا ولكن عندنا الألم أي واحد يقول أهل وكان برك ربي يهدينا برك والله ربي يهدينا ربي يهدينا لأنه إذا كان واحد فرط فيه هذه والله مشكلة كبيرة مرة قالوا له سيارة رمضان محفوف الله يرحمه تلقى واحد يصليش يعني مسلم وما يصليش ماذا الجاتو غريبة؟ أظروا كين اسمها كاروايون نمبراتيكو يعني تخصني غير صلاة وكين لك الخلو الشيطانة يجي يقولك أنا ما يخصني وينه قلب ينظيف لحب الفقارة سرت في رمضان يا العام الخيري تخصني غير صلاة ورمضان والحج بالنسبة ليه ما يخصوا وينه ويزيد يقول قلبي بيضيه مبروك عليك قلب البيض يساعدك خطر واحد اللي ما عندهش قلبه بيض إن شاء الله يصلي مية مرة في نهار هذه خطيرة ها حذاري ما شي ما عنده واحد كي يصلي يقول أنا عندي قارونتي والله ولو حذاري وأخطر أنواع مكائد الشيطان يجي اللي يصليه يكلخ له يقول انتا يوام يخصك وان انتا يوام الصلاة والحج والعمرة يا رب استر لك ما تتواضعش وما تمشيش فوق الأرض الله يرحم اللي قال حكيم كبير قال كالجالس على الأرض لا يسقط نخليها باش تدخل مليح للمخ نعطي لها الوقت نزال الجالس على الأرض لا يسقط أما لا يعني الارب يصدر صعب الشيطان ممكن يجي الإنسان ينفخ فيه يقول تتقرى القرآن وصلات ينفخوا يقول يحقار للناس اللي يشوفوا يحتقيروه يقول هذا واشم العبادة يا والدي رح بالعقل والله ما تدري لا ندري حسن الخاتيمة إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا أورث الزميرة تشريض القاعة صدارني أورث الزميرة تشريض القاعة أورث الزميرة تشريض القاعة وهذا كلام ربي الأياء 37 صوت الإسراء إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا الله يرحم الإبن القيم هذا خطير هذا خطير رجل عالم كبير دقيق تقول هذا بسيكولوج سوسيولوج عالم في الشريعة مدقق معمق نحن صاحب كتاب إعلام الموقعين وزاد المعاد وعنده تعرف ماذا قال؟ قال كالشيطان يأتي الإنسان من باب المعصية الشيطان يجي الإنسان من باب المعصية يقول عصيه ربي ما تصليش ما تديش كذا دير ربا دير فإن عجز إذا كان ما هو أهل جاه واقف يقول كي يأتيه من باب الطاعة كي يجين باب الطاعة ربي يصطر بعد واش قال؟ وَلَا يَهُمُّهُ بِأَيِّهِمَا سَاز المهم الدي ترويك يدمرك والدمار عنده طرق والعمار أيضاً عنده طرق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إذن ربي قال ليبلوكم هو يجربنا ويجربنا بما يشاء لا بما نشاء كيف ما شاء لا كيف ما نشاء متى شاء لا متى نشاء ثلث قواعد ذهبية نحسن التعامل مع القضاء والقدر ومع الدنيا هذه كامل في هذا المجال إذن ربي قال ليبلوكم أيكم أحسنوا عاملة نرجعوا سورة التوبة الأيام 105 ربي واش قال؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أي وحدة ربي ذكر الخدمة ثلاث مرات العمل 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 هذا هو العنوان أقل اعملوا عرفنا بل الموت موجودة والأجل المعلوم عند الله غير مجهول عندنا على ابن ابلي لازم الخدمه يلا نخدمه العمل العمل ينصرف إلى مجالين كبيرين إلى الآخرة وإلى الدنيا هذا بالمختصر وحد يخدم الآخرة أنت صورة المعارج الآية 24 خمسة وعشرين وبعدين تخرج الزكاة تحوس على الفقراء والمساكين كما قالهم ربي في صورة التوبة مرة أخرى في الآية رقم ستين إنما الصداقات أي الزكوات للفقراء والمساكين والعامين عليها إلى آخره هذو الأصنف ثمانية يروا موجودين في صورة التوبة الآية رقم ستين فرات اللي يسهلوا ربي الحج الله يبارك اللي يسهلوا ربي العمر الله يعين الآخرة زيد كأن أعمال اجتماعية عبادات هكذا تسمى عبادات اجتماعية عليش ما هو هك؟ لأن آثارها تتعدى إلى الغير صايمين نفعنا روحنا صلينا نفعنا روحنا حجينا نفعنا روحنا ولكن كي تخدم خدمة أخرى كما اللي يرى موجودة ركب الزاف في رمضان تخدم الخير تخدم الخير فقراء والمساكين وقفت رمضان وكين الليدر رواتب للعائلات الفقيرة المرضى خدمة المرضى مساعدتهم تغسيل الأموات دفن الأموات حفر القبور لبناء المساجد بناء المستشفيات كلهم هذا اللي يقرر هذا اللي يعلم الأساتيذ أنت وعن الله يبارك روهم يعلموا الشباب الذراري باش يفوتوا الانتحانات في القاراجات في المرائب في الديار في المدارس هذه خدمة واللي يريد دير الصلح بين الناس هذه المشاكل بين الناس كل واحد واش يخدم المسألة هذين والخصوة في جملة واحدة كل ميسر لما خلق لها كل يوندثوا لها ربي وهذه معروفة كل إنسان واش يحب كان اللي يقولك أنا في وقت نخدم الخير نعاون الفقر المساكين الأخر يقولك نعاون المرضى الأخر يقولك نأذن يرفع الأذان الفضل أو الأذان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة وزيد المؤذن يرفع الأذان والصدقة تبدأ جمع التبرعات لفائدة شيخ مسجد مسجد الهدى بالأخضارية إذن هناك ترخيص بجمع تبرعات لمسجد الهدى بالأخضارية وهذا من العمل الخيري جاء في الوقت المناسب أما المؤذنون الحادثي قل مؤذنون أطول الناس أعنقل وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إذن أعمالنا تنصرف إلى الآخرة بدرجة الأولى على نربط هذه بصورة الملك الذي خلق الموت والحياة الإنسان يجتهد بش يدي معها الزاد 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 اللي ينفع في دار القرار خطر رحلة الخلود تبدأ من الموت أرنا نسافر وقع كما أرنا كل واحد أين يسافر؟ صح؟ كان يسافر داخل الوطن كان يسافر خارج الوطن المهم أخرج من الكرة الأرضية أرنا في الكرة الأرضية ولكن أسفارنا ترجع عادة واحد يروح ويرجع أما السفر هذاك كي الدون القبر هذاك سفر بلا رجوع نروح وما نوليوش ذهاب بلا عودة لذلك نحتاج بش يكون عندنا الزاد قالنا ساعوين أعوين الزاد الصلاة والعشور والضان والخير إلى آخره لازم واحد يعمر الآخرة وكان ما يعمرهاش كيف هو كيموت ميل قوالو هو اللي يندم يقدر يرجع للدنيا ما يرجعش ما كيش اللي مات وارجع لذي إترنيل حياة الأبدية هي في الآخرة اسمه داروا القرار أما هذه ورا نحن نضرك في الدنيا هذه ممر الدنيا ممر والآخرة مقر ولكن هنا عبور عبور شوالي اسكال درنا اسكال هذا مكان ليس إلا وما يعنيش باللي ما دام الآخرة نركزه على الآخرة والدنيا هو ربي قال ما تنساش شوف الميزان انتع القرآن وابتغي فيما أتك الله الدار الآخرة بدأ بها بعد واش قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا لا تنسى نصيبك من الدنيا اخدم دير تجارة دير استثمارات بلا حدودة واش عطالك رب المخ انتاعك اخدم واش قدرت فلاحة تجارة تعليم بناء عمران دير واش حبيت في دائرة الحلال عمر الارض عمر هذه الدنيا اغرس معليش انت تغرس اللولين غرسي وحنا كلينا ونغرسوا باش يكلوا الاخرين الحياة اسم من عمروها ولا تنسى نصيبك من الدنيا والله غير عندنا كتاب عزيز القرآن الكريم لا يعيشين معه ان شاء الله طول العمر وخاصة في رمضان رب قال في صورة الإسراء الاية التاسعة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام أنعمه يورلنا طريق طريق المسيجما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيله وما كانش تعارض بينهما ميجيش وحد يقول لك أنا كنا نخدم الدنيا للآخرة نخليها لا لا خدموا هنجا خرجها ودخلنا لصلاة الجامع وبعدين كدخلها صلاة ربي قال فانتشروا في الأرض وزاد قال وابتووا من فضل الله عادي عادي ما كانش هذا لا يعطلوا هذا العمل للآخرة لا يعطل الدنيا بل الإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا بل يهذبها يسقمها الخدمة إذن هوا فهمنا في النهاية العمل ينصرف إلى الآخرة باش نعمره الآخرة إن شاء الله ورب يرضى علينا جميعا وللدنيا لازم نخدمه وكل في مجاله وتتكامل الكفاءات والاختصاصات الفلاح يحتاج الطبيب والطبيب يحتاج الشيخ والشيخ يحتاج البناء مصن والبناء يحتاج التاجر والتاجر يحتاج كلنا الله يرحمه اللي قال الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا لمهم خدم وبرك واش قال ربي في القرآن في صور تركيا في الآية الأخيرة الآية مية وعشرة ربي قال فمن كان يرجو لقاء ربه واش يدير فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يخدم لرب الوجه ربي باش يكون عمل محترم كل شيء الوجه ربي حتى كتعون الفقراء والمساكين الأرمال مع وليدها ما تفطيهاش وترميها الفيسبوك لا لا كين كرامة كرامة الإنسان فوق كل اعتبار ربي قال في صورة الإسراء وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ بَنَدْ مَعَنْدُوا حُرْمَة أَمْ ذَنِي سَعَى الْحُرْمَةِ يَسَعَى الْكَرَمَةِ حَرْزِيث مَا تَشَذِي فَطِيُّ وَنْثَجَّلْتُ أَكُدْ وَالْرَوِيسِ وَذِي شِكَعَ لَهُ فَوْتُغَرْ فَيسبوك قال العام الخيري لا لا العام الخيري عنده أصول وعنده آداب لا تُبطلوا ما نبطلوش أعمالنا بالمن والآذة ما ينفعش إزم الكرامة كرامة الإنسان فوق كل اعتبار وربي سبحانه عز وجل قال وفعلوا الخير صورة الحج الآية سبعة وسبعين وفعلوا الخير لعلكم تفلحون ديروا الخير ولكن ديروا الخير بالخير ما نديروش الخير بعد لوثوها بواحد التصرفات ماشي مليحة هذا من باب النصح الدين النصيحة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أعود صورة الكهف الأية مئة وعشرة وعشرة ربي قال فمن كان يرجو لقاء ربي فلي عمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا استقفالي ونفغانسك سوسوووذين واسنين مدناسي ذي إلقا ذي شروثي ذي العرق هذه شروثي ذي شوف الفلاحين أنت عزمان يسمعوا المشايخيها ضرب الدين هو يترجموا لك ويعطيه لك في قالب مفهوم فهم وفيها حكمة ويني فغانسك سسوذي واسينين مدنا سيذي إيلا قاذي شروثي ذي يكفووال أم بعد في الجنة إن شاء الله ترككم الآن الخاتمة ربي يجعلنا من أهلها جميعا نحن أريدكم تصوروا معي تصوروا تصوروا في الجنة خلاص الدنيا ما بقى الأصلات للعشور لولو اللي يخدم هو يلقاه اللي مخدمش نسأل الله العفو والعافية نقال لكم أواخر صورة الزمر وسيقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء على بلكم علاء كما راكم تتعونوا في الدنيا على الطاعات ربي يدخلكم الجنة جماعات نحن في رمضان لكم الناس يصليوا بزاف ما نقدروا نصليوا طاروح كما را نصليوا واحد يوجعوا ظهروا واحد عيان واحد بغير قد هوا كيشوف الله يبرك هذه الوجوه يولي يتقوى هذه سعوني فد اللي راهم يديروا الخير لآن ماشي واحد يدير الخير لا لا في جماعة تعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى كما راكم تتعاونوا على الخير في الدنيا ربي يدخلكم الجنة أيضا زمراء ربي اللي قال وسيقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقالهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين بسم الله ما شاء الله هلو كامل أهل الجنة يقول لهم ملائكة الجنة يقول لهم دخلوا الجنة خالدين تصوروا معك تسمعوا كلمة خالدين معنى إلى الأبد تدخل الجنة ما تخرج خالدين وش يقول الحمد لله الذي صدقنا وعده سبحان الله شوف أي عجيبة الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد ربي اللي وفى وعده وربي لا يخلف المعاد إن الله لا يخلف المعاد وعدنا نجد وعود الله تتحقق الحمد لله الذي صدقنا وعده كمل وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وبعدين وش قال ربي سبحانه فنعم أجر العاملين معنى ذك الخدمة اللي خدمناها في الدنيا هو ربي سبحانه تفضلا منه يقول خدمان تاعكم تلقاوها اللي تعبته في الدنيا تلقاوها الآن في الجنة أين الزرع مذي الدوني أتغل ثم ذي لا خرص فنعم أجر العاملين آخر آية في سورة الزمر وطر الملائكة حافين من حول العرش أو تشوف الملائكة هنا في الدنيا من شوفوهمش ولكن في الجنة بإذن الله أهل الجنة يشوفوهم وطر الملائكة حافين من حول العرش وشذيروا يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله شكرا 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 شكرا